احباتي الصغار السلام عليكم وارحبا بكم في حسرة جديدة من حسرة اللغة العربية من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني في دا احباتي الصغار اليوم لدينا نص وظيفي ببنوان سفينة الصحراء احسنتم احباتي الصغار اذا اتوقع على النص جمال اذا وناس يتفرجون وراء علامة غيبية اذا ربما هذا مهرجان احسنتم اذا اتوقع على النص سوف يتحدث عن مهرجان للجمال احسنتم اذا اقرأوا نص احباتي الصغار لم اكن اعرف بان الجمال حيوان قوي وسريع في السباق حتى نزلت مع افراد اسرتي ضيوفا على عمة السالكة التي تسكن مدينة طانطان صادفت زيارتنا للمدينة اقامة مهرجان الهجن لسباق الجمال التي جاء بها اصحابها من مختلف جهات صحرائنا استفت الجمال على خط واحد ثم انطلقت تمد اعناقها الطويلة وهي تسابق الرياح قال ابن عم سالم الجمل سفينة الصحراء متميز بسرعته في الركب وصبره على العطش وقوة التحمل احسنتم احبتي الصغار اذا دابا قبل البعض ما تنشوه من الراس اخصكم تقرأوا هذا النص قراءة جيدة في البوية ديلكم ودابا سوف يمشيوا لي فقرة الاجابة على الاسئلة وما تنساوش احبتي الصغار لما مشتركش عندي في القناة يشترك فعلوا زر جرس خليوا لي يجي من هذا الفيديو هذا الى ما فهمتوا شي حاجة او قناة بشكل سرع فاخليوا لي في بلاس تعليق فانحبتي الصغار اكيد كبقى جميع تعليق لكم اذا دابا قد يمشيوا لي اسئلة افهم ثم افكر وانجز اذا احسنتم اذا السؤال اول اكمل الصفة المضافة لكلمة الجمل اذا هنا ادى الجمل ذكي الجمل ذكي المطلب منه اننا انضف لي الصفة بحال هذه بحال الجمل قوي هذه صفة الجمل سريع او الجمل صبور اذا الى غير ذلك اذا درنا هنا الجمل قوي والجمل سريع احسنتم احبة الصغار ادنا افهم عند من ذهب الكاتب اين تسكن عمته اذا ذهب الكاتب عند عمته السالكة اذا اين تسكن في مدينة طانطان اعيد ذهب اذا الكاتب عند عمته السالكة في مدينة طانطان اذا وطانطان فهي مدينة توجده في جنوب المغرب هي مدينة صحراوية اذا سؤال الثاني ما المهرجان الذي حضره ما المهرجان الذي حضره بما يتميز الجمل اذا احبتي حضر مهرجان الهجن حضر مهرجان الهجن اذا بما يتميز الجمل يتميز الجمل بسرعة الركض والصبر على العطش وقوة التحمل احسنتم اذا اذا افكر جميل اذا السؤال الاول في افكر بما يتميز الجمل عن باقي الحيوانات الاخرى اعيد بما يتميز الجمل عن باقي الحيوانات الاخرى اذا يتميز الجمل عن باقي الحيوانات الاخرى بالصبر والقوة والتحمل اعيد يتميز الجمل عن باقي الحيوانات الاخرى بالصبر والقوة والتحمل أحسنتم عدنا السؤال المولي هل حضرت مهرجانا للفرس؟ أو تبوردة هل حضرت مهرجانا للفرس؟ نعم حضرت مهرجانا الفرس السؤال الثاني أذكر بعد ما شهدته إذن خيولا تسير في خط متساوين خيولا إذا شاهدته خيولا تسير في خط متساوين ثم فرسانا يحملون البارودة فرسانا يحملون البارودة أحسنتم أحبتي الصغر إذن دبور أمشي ولي أمجز إذن أحول نزلت مع أسرتي ضيوفا على عمتي إذن أحول نزلت مع أسرتي ضيوفا على عمتي إذن هنا أنا إذن الضمير أنا أنا نزلت مع أسرتي ضيوفا على عمتي إذن أحوله إلى الضمير أنت وحولوا هذه الجملة هذه إلى الضمير أنت إذن سنقول نزلت مع أسرتك على عمتك أعيد أنت نزلت مع أسرتك على عمتك جميل إذن أعيد هناك نزلت مع أسرتي ضيوفا على عمتي ونطلبناه أن نحوله إلى الضمير أنت إذن أنت نزلت مع أسرتك على عمتك إذن أنت نزلت مع أسرتك على عمتك جميل أحسنتم إذن السؤال الموالي أضع علامة فيه أمام السلوك الحسن إذن نشوفو هنا إذن أحسنتم إذن أعيد أضع علامة فيه أمام السلوك الحسن إذن السلوك الحسن لسلوكنا حسن وجيد أغدر في هذا العالم أتعرف عادات بلادي هل هذا السلوك الحسن أم لا نعم هذا سلوك حسن إذن أضع علامة هنا إذن أتعرف عادات بلادي فهذا سلوك حسن أحبتي الصغار هنا عدنا لا أطعم الحيوانات لا أطعم الحيوانات فهذا سلوك سيء إذن تركوا الحيوانات جائعة فهذا سلوك سيء إذن ليس بحسن أحسنتم إذن هنا عدنا أبحث وعيدوا بطاقة تعريف الفرس إذن كل حسنكم سيقلب على مهرج الفرس وصور في بعض المجلات أو الجلائد ودروا بطاقة تعريفية للفرس الفرس أحسنتم أحبتي الصغار ذلك كنت أتركوا في الحصة اليوم اتلقوا إن شاء الله في الحصة المجيئة دمتم في لعيتي الله وإلى اللقاء